موسيقى طابة وقاتكم بكل خير ومحبة مشاهدين الكرام نلتقيكم مباشرة بعد نهاية اليوم الاول للجولة الرابع عشر دوري أدنك للمحترفين والتي شهدت في طياتها مواجهة جماعة المتصدر والوصيف حيث رسلت نتيج جاستها على التعادل دون أهداف سنتحدث أكثر حول هذه المباراة بالإضافة إلى باقي المباريات الأخرى مع ضيوف الأعزاء كل من كابتن غدير والأستاذ علي حميد مرحبا مرحبا يا عبد الرحمن تحياتي لك تحياتي لابو عبد الله لابو يوسف تحياتي لمشاهدين قناة الشارج الياضية وكذلك يتواجد معنا الكابتن عصام عبد الله يهلا ومرحبا يا مرحبا أبو عبد الرحمن رحب فيك ومرحب في مشاهدين الكرام وكذلك يتواجد معنا الكابتن حميد يوسف يهلا ومرحبا أهلا وسهلا حامل اللقب دكا شباك عجمان بخماسية مقابل هدف ليخرج بذلك الزعيم منتصرا ويعبر المحطة الرابع عشر من الدوري بنجاح مع انطلاق دور الذهاب لدور المحترفين وخلال المواجهات القوية التي تشهدها الجولة مباراة العين وعجمان أخذت لنفسها مكانا كقمة أخرى تابعنا تفاصيلها من أستاذ هزاع بن زايد البداية كانت من دون مقدمات بالنسبة لأصحاب الأرض بهدف جاء عبر الهدف لاباكوتجو المد الهجومي للزعيم بعدها استمر ونتج عنه هدف آخر جاء بتوقيع أندري يارمولينكو وهو الذي عاد مجددا موقعا على الهدف الثالث في اللقاء مطلع الشوط الثاني تقدم لاعب عجمان إلى الأمام أكثر واستطاع لاعب الفريق بريستيجو بونغو إحراز هدف فريقه الأول بطريقة ولا أرواع مترجما تمريرت زميله فرس بالعربي الذكية رد العين كان قاسيا بهدف رابع جاء بقدم القائد بندر الأحبابي قبل أن يعود لاباكوتجو لزيارة شباك الضيوف بهدف خامس أعلن من خلاله خطفا نقاط الثلاث وبداية دور الإياب بأفضل صورة ممكنة للحيان نعم بالطبع حاولنا أخذ الأفضلية في المواجهة في الشوط الأول لكن الوضع كان من صالح فريق العين وفي الشوط الثاني دخلنا بصورة أفضل وحاولنا حل المشاكل الموجودة دخلنا بشكل أفضل كما رأيت وكانت هناك عدة فرص من أزار وفراس وكما تعلم دفاعنا من الأفضل في الدوري لكن الوضع كان كارثيا في آخر مواجهتين مباراة كانت صعبة ومهمة بالنسبة لنا دخلنا بتركيز عالي اللهم لك الحمد وفزنا أشكر أخواني اللاعبين أشكر الجمهور اللي حضر وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله نوعد جمهورنا في المرحلة اليوم إن شاء الله أننا نكون أفضل مش نهاية المطاف الدوري طويل والمنافسة لا زالت في الملعب خمس فرق ممكن ست فرق على المنافسة فريق عيمان هالموسم يعني مقدم موسم صراحة ممتاز وحسبنا الأحساب صراحة اللهم لك الحمد نحن يوم نكون في تركيزنا نحن يوم نكون في أتمل الجاهزية نقدم مباراة كبيرة شعر المدرب أنه في الشوط الثاني كانت أصعب دقائق كانت العشرين دقيقة الأولة ولكن مقارنة مع الشوط الأول فالشوط الأول يعتبر بالنسبة للموجهة النظر المدرب أفضل الأشوات التي لعبها المدرب خلال هذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي ارتكب اللاعبون العديد من الأخطاء ولكن الأهم في هذا الموضوع النتيجة علينا تحليل الأخطاء والتحضير للمباراة القادمة وهو الأهم إذن عجمان بتراجع للجولة الثانية على التوالي وتقدم من العين كان قاسيا في حق الضيوف عجمان بعد أن راهن عليه الكثير وتوقع أن يكون أكثر صلابة أمام الفرق خسر في الجولة الماضية ليعود من جديد ويخسر هذه الجولة ولكن بنتيجة قاسية على فريق صارع في بداية الموسم بمحمد يعني تغزلت أنت كذلك في قران فالظاهر كنا يعني فال مبطيب مع العجمان من جانب كنت ونحن عملنا محور كامل عنهم ولكن للأسف تراجعوا خسارتين متتاليات شو اللي يصير مع الفريق؟ لا والله شو بالعكس يعني أنت خل المدرب على جنب قران لا زال اسم ممتاز ومدرب الحقيقة من المدربين المميزين نعم بس انت لا تنسى أن عيمان المباراة السابقة مر بظروف صحيح شفنا الظروف اضطرت في الثواني الأولى من زمن المباراة أول أربع جهد ثاني إصابة المدافع صحيح ثم بعد ذلك يعني ورغم ذلك عدى مباراة جيدة اليوم الوبع اختلف أنت تدري فرق مثل عيمان تتكلم عن الفرق هذه خور فكان الفرق تتأثر بغياب لاعب أو لاعبين يعني أنت ما تتكلم عن فريق يمتلك دكة احتياط كبيرة ومؤهلة عساس تقول أن الغيابات ما تأثر لا الفرق مثل هذه تأثر فيها الغيابات نعم اليوم للغايب ميرال غاب وميرال تدري قيمته في الخط الخلفي صحيح عوضة اللي هو نوفاك الصربي هذا لاعب مقيم اللي أول مرة يلعب فيها الخانة صحيح التفاجأ أن العين تعامل صح مع المباراة لأنه لعب ضغط عالي سجل هدف من الدقائق الأولى من المباراة وبالتالي فاجأ عيمان وخلق نوع من المشكلة بالنسبة لفريق عيمان ناهيك عن أن العناصر الموجودة في الخط الخلفي أغلبها لازالت يديد على بعض مش قادرة تنظم بعض ولا قادرة تنسجم مع بعض وبالتالي مشكلة عيمان ضلت المشكلة الخلفية إلى دقيقة 45 مع بداية الشوط الثاني الأمور تغيرت في أول 10 دقائق ربع ساعة يعني عيمان لو استغل له الثلاث فرص اللي يأت على التوالي في الشوط الثاني ضربة الجزاء نقطة التحول اللي ضيعها المغربي كان بإمكان عيمان أنه يغير النتيجة وكان بإمكان المباراة أنه تروح لغير عنا النتيجة هذه لكن يحسب كذلك لفريقنا هذا العين أنه هو بعد الربع ساعة الأولى من زمن الشوط المباراة الثاني أنه قدر مرة ثانية يرجع للمباراة ويسيطر إجمالا العين مهما يكون يبقى دائما من الفرق اللي هي لها صولات وجولات ولها حضور ولها قيمة فنية على ملعبها أو خارج ملعبها الفرقة هذه العين فريق يعرف كيف يتعامل مع أي مباراة ويعرف كيف يتعامل تحت أي ظرف إن كان العين بالغيابات يقدر أنه يعوض لأنه عنده دكة احتياط معقولة جدا تستطيع أن تعوض أي غياب العين اليوم عنده عنده واحد من أحسن المهاجمين يعني لابا على قائمة الهدافين اليوم الحقيقة يعني بعيد ميلاده استطاع كذلك أن يسجل هدفين ويحط نفسه هذا يسجل في كل وقت أنا لا يعرف عيد ميلاده ما يرحم جلاد حراس المرمى بمنتهى الأمانة إجمالا أرجع وأقول أنه معلش يعني فيه فرق تتعثر أكيد فيه مباراة أو مبارايتين لكن تقدر ترجع أنا أعتقد أنه عيمان لو ردوا المصابين بإمكانه أن يرجع لأنه في النهاية إمكانيات صحيح هذه إمكانيات لعبين وإنت لما تتقارن دائما بين الفرق تحط إمكانيات اللاعبين في كفه وتقارن لذلك ممكن يكون حتى التفوق لصالح العين على مستوى الإمكانيات الفردية بالنسبة لللاعبين صحيح بلا شك نحن كذلك ضمن المصادر الخاصة فينا والمطلعة على ما يدور في نادي عجمان هناك اسم مميز غادم كلاعب مقيم تم التوقيع معه من قبل نادي عجمان لثلاث مواسم قادمة وقد يعني تم تسجيله في كشفات الفريق خلال قادم الأيام وذلك بعد يعني الجلوس مع الكابتن قوران وأخذ يعني كل الأراء ومن سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم علما أنه اللاعب تواجد في مباراة رديف عجمان والشباب الأهلي وقدم مستويات لافتة ومستوى كبير جدا ذا منتظار يعني وصول اللاعب إذا كان ضمن اهتمامات قوران في الفريق الأول وعبد الله اللابة مع العين قصة غاثرة يعني العين إذا يتعثر لا بيكون موجود العين إذا يفرق لا بيكون موجود كأسم بارز إلى الآن لابة ما خلص مع العين يعني حتى الآن العقد لم يوقع وهذا ذكره لابة أنه ما وقعت العقد العين صعب يفرط في لاعب مثل لابة خاصة بعد قصة جوانكا اللي خليني أقول جبل إعارة وحاول العين يستمر معاه ولكن ما استمر فاليوم أمور ما بين لابة والعين لا بد تروح للتوقيع لمسرحة الطرفين بسم الله الرحمن الرحيم أبو عبد الرحمن صحيح لابة ما وقع ولكن على وشك قال لك يعني أنا رسميا ما وقعت قاعدوا معاه في مفاوضات أكيد هناك بعض الاشتراطات بعض المفاوضات تعرف مبسهولة خاصة تجديد العقد لثاني مرة تصور بالنسبة للابة لابة لابة لعب مهم أحيانا يقول لك أنت تحتاج صانع ألعاب علشان يستوي هداف عندك في نادي العين بالعكس نادي العين لابة اللي قاعد يخلق صانع ألعاب أنت بس فر الكورة هو بيسجل ما يحتيت تصنع له لابة ما يصنع له يمكن بندر الوحيد اللي اللي ممكن يصنع له أنت عشان عشان كوامي يصنع له ثلاث أهداف سفيان كذلك وسفيان نشوف الكور يعني سفيان ما بالكور ما بصانع ألعاب اللي قاعد يعطيه نحن أنا بغي أقول أن لابة اللي قاعد يطلق صناع ألعاب في نادي العين يعني ما بعموري قصد ما بعموري ولا بقيمة علي كريمي ولا بقيمة اللاعبين الكبار يعني لابة من النوع اللي ما يضيع الكورة علشان ما يقع اللوم على آخر من عطاه انت عطى بس الكورة في خطة 18 أو بين لعبي ما يحتاجي تصنع طيب يعني كوامي اليوم بس عقل كورة جدام على الطرف هو اللي يعرف العقد الغادم ثلاث سنوات ابو عبدالله حسب الأمور أعتقد أنها ثلاث سنوات لا بالحين عمره واحدة ثلاثين كل عام هو بخير طبعا لا بالتعاملت يا الفترة الأولية من لعبين خلوقين جدا ويحب الفريق ويحب فيه تواصل بين فترة وفترة معه يحب النادي ويحب الجمهور واللاعبين ويبغي يستمر مع الفريق من خلال الحديث الموجودة لو نرجع للإمباراة بس بو عبدالرحمن نعم أتصور أن العين عرف شي يسوي الشوط الأول فاز بثلاثة هداف وليس هدف والهدفين لأنه كانت خطرة بس بدأ الشوط الثاني مرتبك نوعا ما بييك الشوط الأول عجمان ما كان موجود خاصة خط الظهر اللي تكلم عنه ابو محمد خط الظهر ما كان موجود في كل كرة كان العين ينفرد خطوطه كانت ويد متباعدة الشوط الثاني ربع ساعة اللي عجمان كان المفروض تعادل هذه ما فيها مجال الفترة اللي غاب فيها العين في ربع ساعة ما عرف يستغلها عجمان انفراد مباشر من أزارو هدف أنقذها خالد عيسى ركضة الجزاء أنقذها خالد عيسى نرجع للموسم لطاف لا بيسجل خالد عيسى ينقد هذا هو اللي يخدم العين ومع باقي المجموعة أتصور أن العين عرف يطلع بنتيجة كبيرة يوم تشوف النتيجة أنها خمسة واحد تقول فريق عجمان ما أدى فريق عجمان أدى ولكن علشان تلعب مبارتين بناقص العدد ومع شباب الأهلي والعين أتصور صعبة شوية على عجمان وناقص العدد ممكن تكون كامل عدد تلعب معه ممكن تجارين بس عشان تلعب ناقص العدد مع العين ومع شباب الأهلي شوية صعبة على عجمان بس إلى الآن عجمان مأدى موسم استثنائي جميل عشان تلعب جدام لابا وفي عيد ميلادة يعني لابا ناقصنا شيئين بصراحة نا ناقصنا صانع العاب ناقصنا بأم محمد يعلق عليه ويتغنى فيه شيئين ناقص حمد عد الزمن الجميل تركب أم محمد خلاص ما في رجعة قال للأسف إنه ما والله يعطي الصحة بالأكس شرف ممكن يأخذ عدد من المباريات بس يعلق حق لابا أقولك ما بكبينه هو اللي يامر فيه لا الله يبارك يامر فيه بمحمد بالأكس طيب بسير عند حميد حميد اليوم وانت واحد من المدافعين كنت اليوم دفاعيا كانت فيه مشاكل في الجانبين طرح حتى العين يعني مع الاحترام كان يخترق بسهولة دفاعية كوامي اللاعب اللي جكه قيمه والمفروض يضيف لنادي العين متراجع بشكل غريب في كل مباراة يسجل على فريقة يتسبب في ركلة جزاء ضايع ما بين منظومة العين في المقابل فريق عجمان مثل ما تفضلوا الكباتن اليوم ما فيه تناسق دفاعي بين الأربع اللي موجودين بالنسبة اليوم مباراة عيمان والعين طبعا فيه فوارة كبيرة كانت في الملعب من بداية المباراة فريق عيمان قدم مستويات كبيرة وصل يعني لل نقطة 23 مشكلة الفريق أن الفترة السابقة أو المباراة الماضية بدأ المباراة ناقص المباراة اليوم بدأ المباراة متأخر بهدف في الدقيقة الثالثة هي هدف على عيمان المجهود الكبير اللي بذله الفريق في مباراة اللهلي تسعين دقيقة ناقصين لاعب وخلال فيه خلال ثلاثة أيام أنه يلعب مباراة أمام العين مباراة قوية وتسجل عليه هدف طبعا ما بتحصل نفس المجهود اللي يقدم الفريق شوحي على المستوى إضافة إلى يعني كل معظم الفراغ أكيد تأثرت بالتوقفات الكثيرة الشهر كاس العالم شهر تقريبا ثلاثة سابيع لكاس الخليج نعم مباراة اليوم يعني جزيات بسيطة فرقت يعني أنا يمكن حلقة السابقة يعني ذكرت أنه يرمي منكم بيكون فارق في المباريات الغادمة الشوط الأول اليوم كان مميز لدرجة كبيرة سجل هدفين في المقابل يقال أنه يرمي لكم في هترة وداعية ما بينهما بين العين أنا أعتقد أفضل شوط لعبه من بداية الموسم الشوط الأول ما أعرف سبب المدرب بدله للإصابة أو أنه خايف عليه أنه ياخذ كرت أعتقد خايف أنه ياخذ كرت بس ما علي لكن بين الشوطين اللاعب أكيد هدى بخلي يلعب علق العاشر دقائق ربع ساعة وبعدين أبدله لأنه من طلعته بداية الشوط الثاني فريغ العين ما قدر يمسك الكرة ما نسيطره على هذا لأنه كان عامل شغله يرمي لنكو كان نقطة في الثلاثة عشر مباراة كان نقطة يحصل عليها كثير من الجدل وأن العين في الاتجاه الاستبدال وللمعلومة العين الآن يعني شبه مخلص مع يرمي لنكو أنه يقادر حسب المعلومات المتوفرة أنا ما أعتقد أنه يقادر لأن المستوى الحالي خاصة المباراة اللي طافت المباراة اليوم أنا قول بشكل الغرار اتخذ قبل المباراة ما أنا إذا هم اتخذوا غراروا ولكن حاليا أنا قلت لك رجع عم تداول كثير أنه مغادر بس بمستوى اليوم هو اللي يعني اللي فرق في المباراة فرق في المباراة من جهة المين مع بندر ورح يمع اليسار طبعا لا بأ هو اللي خلص الأهداف بالنسبة للمدافعين أنا طبعا فريغ العين الأخطاء اللي ترتكب من قوامي تراها مستمر لأنه ما عنده بديل جهة الظهير الأيسر طبعا في العين ما في شيء سمى مالك بديل في العين إذا بتستمر في الأخطاء ممكن تكون خارج المنظمة ككل ما عندهم بديل في وقت الحالي ما عندهم بديل لأنه حين غياب أريك اليوم وضح لك أنه حتى في خانة الظهير الأيسر غير يعني ما عندهم لاعب مواطن مثلا يغطي الخانة هذه ولا يعني رفايل لعب يعني يقدم اللي عليه في المباراة طيب ولكن من ناحية الهجومية اللي كان يعني يتميز فيها أريك ما عندهم بديل نفس إيه لكن كوامي أنت أنت كحالة تشوفها كوامي خرفك كان نجم كوامي العين لا متراجع بشكل كبير شو اللي صار ما بين يعني المنظمة في خرفك كان والمنظمة في العين رقم من المفروض مع العين المنظمة تساعدك أكثر للتألق كوامي الموسم الإطاف كان متألق يسجل أهداف وكان مدافع جيد ويحرز البطولة مع الفريق صحيح الموسم هذا يعني أخطاء كثيرة هيسجل أهداف لكن مشكلة على العين يسجل لا لا الموسم الإطاف الموسم هذا يعني من بعد خاصة من بعد إصابة دانيلو المدافع اللي كان معاه كان يعني نزل مستواه يعني أخطاء كثرت يعني المدرب اللي عنده بديل ممكن البديل الوحيد اللي هو رفييل رفييل اليوم نحن كان يغطي جهة الجسار لذلك الأخطاء الدفاعية هذه نعم المفروض يعني كلاعب أنت تلعب كوامي لاعب في نادي العين وكذا ومقدم مستوى طيب الموسم اللي طاف المفروض أنت تكون في يعني جاهزية أفضل وذهنيا أفضل وقت للمباراة هو أحيانا يصرح ذهنيا لذلك يرتكب الأخطاء طيب فأعتقد أن النتيجة كانت عادلة فريق عيمان يعني تعرف أنت المجموعة هي نفسها التي تلعب أكيد الغيابات أكيد بتأثر أثرت نعم صحيح في الظاهير الليمن حمد اسماعيل وميرال أكيد يثروا عن منظمة دفاعية أكيد بلا شك استعاد السماوي توازنه بتحقيق كذلك الفوز اليوم في خرفكان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي وقيمت على استاذ صقر بن محمد القاسمي ليفض السماوي الشراكة مع منافسه ويرفع رصيده إلى ثمانية عشر نقطة في المركز التاسع ويقع آخر فكان برصيد الخمسة عشر نقطة في المركز العاشر اشتركوا في القناة الحمد لله على ثلاثة نقطة هذه الصعبة الشوطة الأول مثل ما قلت كان في تركيز عالي من لعبة بنياس كان في استحواذ كان في لعب كان في فرص ضائع بنياس كان ممكن يخلص الشوطة الأول الأقل شيء ثلاثة صفر الشوطة الثاني طبعاً الأمطار والأجواء صعبت من زادة صعوبة المباراة الطرد كان له تأثير جداً سلبي على لعبتنا لكن الحمد لله بيّن في الشوطة الثاني التركيز العالي وقوة القتالية كانت هو أهم سلاح بنياس طلع فيه لأن المباراة مثل هذه التكنيك وتوجيهات المدرب بتكون أقل فاعلية من المعنوية العالية اللي كانت عند الشوطة لأن الأرض كانت ما تساعد أبداً أنا كنت تطبق أي شيء لكن الحمد لله نحن توفقنا في هذه المباراة الهدفين في الشوطة الأول كانوا كافيرين يريحونا نوعاً ما والحمد لله قدرنا نطلع من المباراة هذه المباراة طبعاً نحن قبل المملكات الشتوى ما يبدأ بنياس كان في رتم تصاعدي كان فيه تناسق في اللاعبين داخل الملعب واختيارات المدرب وفيه قناعة باللاعبين الموجودين طبعاً أكيد نادي بنياس قاعد ينظر للمراكز المعينة ينظر لإضافة وإذا وجدت من أي لاعب أجنبي أنه راح يساوي يكون له إضافة قوية وفايدة لبنياس إدارة نادي بنياس راح تستقطب أكيد الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل مثل ما تفضلت أخوي يمكن بداية المباراة دخولنا المباراة ما كانت جيدة تعويذ كان صعب 2-0 لكن أيضاً حاول فريق شوط الثاني قبل الطارد كان يحاول خدمنا الطارد أن فريق سيطر على المباراة بشكل كبير لكن أيضاً ما حالفنا التوفيق في الفرص اللي كانت متاحة بالنسبة للفريق وإيكرة قدم أعتقد محتاجين عمل كبير في مرحلة القادمة لأن آخر المبارتين الفريق ما ظهر بشكل طيب لكن نقول الحمد للعكل حالياً ما عندنا لننسى هذه المباراة لأننا عندنا مباراة الكاسو مهمة بنسبة مشوار الفريق ومشوار النادي إن شاء الله بإذن الله نطمح في المباراة القادمة بنتيجة أفضل إن شاء الله ما في فريق سهل وما في مباراة بتكون سهلة يعني وفريق العين فريق كبير وصاحب خبرة في التعامل لكن أيضاً عندي هنا ثقة في اللعيبة أن هذه المباراة بتكون مباراة جيدة بنسبة الفريق لأن اللعب يتمرون بشكل طيب والمرحلة السابقة الفريق لعب مباراة كبيرة وكان ند بنسبة الفرق أنا عندي ثقة إن شاء الله بنطلع من نتيجة إيجابية بذنها تابعة إن شاء الله بذنها تابعة استطاع بن ياس أن يفك الشراكة مع خرفكان برصيد كل منهم كان 15 نقطة قبل بداية المباراة إلا أن خرفكان يعني وعلى ملعبه وفي توقيت مهم جداً تراجع بشكل كبير ورغم طرد اللي حدث في المباراة لم يستطع خرفكان أن يعود ولو يعني التعادل في مباراة مهمة أبو محمد مباراة لبنياس مهم جداً خارج الديار تحقق انتصار على خرفكان تطمن بشكل كبير جداً أنك أنت ابتعدت الآن عن فرق اللي هي المؤخرة ومسألة الهبوط ومسألة الأمور هذه وتروح لوسط الجدول نوعاً ما أبو عبد الرحمن أشوف بنياس الحقيقة واحد من الفرق اللي استفادت بشكل كبير من التوقف وكان واضح من خلال أداءهم نعم أولاً بنياس ثانياً يعني يمكن مع بداية مع عودة الدوري شفناه أكثر حضور مما كان عليه في بداية الدوري يعني كان واضح حتى من خلال معطيات المباراة هذه قلت لك أنه استفاد من التوقف استفاد حتى من الانتدابات اللعيبة اللي عنده بدأوا الآن يجاوبون أكثر ويدخلون الدوري أكثر وبدأوا بالتالي يعطون أكثر في المباراة اللي فاتوا وأنا أعتقد أن بنياس مثل ما تفضل بعد ما فك الارتباط مع نادي خورفاكان دخل وصل لثمانتعش نقطة هذا الوضع رح يعطيه رياحية أكثر في أنه يقدم مردود أقوى ومردود أفضل في القادم من الأيام مهم جداً أن اللي عطى كذلك ادفانتج لنادي بنياس مسألة الانتدابات والاستقرار لبعض الأسماء القوية الموجودة هذا من جانب اختيارات اللاعبين اللي شفناها مع بداية الموسم بصراحة كانوا يعني واضح أن اختاروا أسماء معينة في مراكز معينة اللي هم محتاجينهم عكس تقول لي مثلاً طب ما الخليج أقول لي خرفة كان أقول لي خرفة كان مشكلتهم وين خرفة كان مشكلتهم أولاً في مسألة عدم الاستقرار بالنسبة للأسماء يعني اليوم يبدأ الموسم بأسماء في الانتقالات الشتوية بأسماء وهلما جرى لذلك ما في استقرار في التشكيلة وهذا وضع طبيعي يخلق مشكلة بالنسبة لللاعبين ثاني شيء حتى الاختيارات مسألة الاختيارات في الانتقالات انتقالات الشتوية الاختيارات يعني على فكرة تم تسجيل اللاعبين كانوا موجودين عندهم وسجلوهم مرة ثانية سجلوهم مرة ثانية بعد هذه من المشاكل الموجودة الآن عند خرفة كان موضوع مسألة الاختيارات ومتى اختار وكيف اختار ومتى بسجل هذا عامل مهم جداً ترى حتى هذه الشغلة تولد عدم ثقة في النفس عند اللاعبين نعم لذلك يعني انت عشان تمنح الثقة وتزرع الثقة في اللاعب لازم يستمر والتشكيلة لازم تكون موجودة وحاضرة من بداية الموسم الانتقالات انا لما انتقل ما اخذ الكم لكن اخذ الكيف في بعض انا ما اتكلم على خرفك كان فقط اتكلم على اندية معينة موجودة ان هي تاخذ الكم على حساب الكيف وهذا غلط انت اني تخسر فلوس واللاعب ما تكون لأي قيمة ابداً وتصير عندك مشاكل جملة من المشاكل نتيجة التكدس اللي يحصل هذا اللي حصل عند بعض الاندية لذلك حتى المدرب ما يقدر يسيطر على هالمجموعة الفرق الصغير بالذات الفرق اللي هي دعمة تبغي طموحها يكون في نص الترتيب نص الترتيب نعم هذه لازم تبني استراتيجيتها على اختيارات معينة على مستوى اللاعب المواطن على مستوى اللاعب المقيم وعلى مستوى اللاعب الأجنبي ثاني شيء استقر على الكادر الفني اللي موجود ثالث شيء اختار نوعية اكواليتي معقول يتناسب وامكانياتي يتناسب وطموحي وهذا مهم لكن احط لي ثلاثين خمس ثلاثين ثلاثين لاعب لأدفع فلوس بدون اي مردود هاي مشاكلنا بالنسبة لبعض الفرق صحيح بنياس من الفرق اللي تعرف من تختار كيف تختار وبالتالي العناصر اللي تختارها هذه العناصر ترجم نعم رغبتها من خلال الموسم نعم السلفي المؤتمر الصحفي السابق في مباراته كان يعني منتغدا التحكيم وبعد الخسارة طبعا من الوحدة وكان هناك الكل متجه لهذا الجانب لأن السلفي هذا المؤتمر أكيد رح يكون أهدى وذلك بعد نتيجة الفوز نتابع السل ونعود لنعقب ثلاثة يقول مدر بأن هاتف نقاط جدا مهمة بالنسبة لنا يقول بأن سيطرنا على معظم أجواء المباراة يقول بأن لعبنا بشكل جدا جيد يقول بأن ملكنا الشخصية وقدمنا الأداء الطيب يقول حتى وعندما كنا متقدمين بهدفين دون مقابل كنا نستطيع إحراز هدف ثالث ويعنا أكثر من ثلاث هداف محققة يقول أولا يبارك للعبي نادي بن ياس على المستوى الكبير ويبارك أيضا للعبي خورفة كان الأداء الكبير الذين قدموه في المباراة يقول بأن ليس من السهل أن تتعامل مع هذا الطقس وهذا الملعب خصوصا في ظل وجود المياه والأمطار الغزيرة في هذا اليوم ولكن يقول في نهاية الأمر استطعنا وكانت لدينا الشخصية تحكمنا رغم الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه في الدقيقة تقريبا الستين عند طلب لاعبنا لعبنا بعشر لاعبين يقول بأن نادي خورفة كانت لديه الأفضلية لعب قبلنا بمباراة بيوم كانت لديهم راحة ونحن جازينا على هذا الفوز خصوصا بعد خسارتنا أمام نادي الوحدة ونحن لعبنا بلا شكر لاعبي على المجهود الكبير جدا اللي يعني أظهروا من خلال هذه المباراة وبلا شك الفوز خارج الديار الفوز يعني على منافس يتواجد معك في نفس الرصيد من الترتيب هذا له دور ودور كبير جدا كذلك بمحمد فضل أنك تعقيم فيما يخص العفو بس أنا حبيت عقب على مسألة الاختيارات انت شوف عشان تشوف الاختيار الإيجابي كيف يفرق نأخذ صحيح حتى الانتقالات الشتوية ياب خمسة منهم ثلاثة استفاد منهم بشكل إيجابي يعني واحد منهم سمير عبد العزي الصنقور وملابا هذي اللي أدوا هم اللي على الأقل يعني عملوا شكل للفريق نعم اليوم النصر فاز الأسبوع اللي فات متعادل ويا الشارج يعني فيه مباراة ثين أربع نقاط شفنا شكله قياسا باللي كان عليه أفضل بكثير صحيح هذا معناه أن قيمة الاختيار وهل الاختيار هذا يعطيك مردود إيجابي ولا لا هذا اللي حصل بالنسبة للنصر لذلك أنا أقول دائما في الانتقالات الشتوية مهم كيف تختار ومن تختار صحيح وعلى أساس تختار عندك مراكز معينة أنت تبغيها تختار من خلالها أنا أعتقد يعني اللي سووا النصر صح في أنه ممكن نقول مثلا لاعب لاعبين هذين ما كانوا حاضرين أو غابوا غابين لفترة وغيره لكن البقية عبد العيسى نقول يتمرن ملابين يتمرن شو اسمه ساميريا من الدولة الصينية يعني حاضرين بدنيا صحيح لذلك مردود مكان واضح لذلك أنا أتمنى من الفرق هذه تحذو حلو النصر في مسألة كيفية الاختيار ومتى الاختيار ومن اختار صحيح هذا المهم أكيد عصام بالنسبة لخور فكان نحن على فكرة تكلمنا في أكثر من مرة فيما يخص عدم الاستغرار خور فكان قاعد يريد نفس المشهد نفس الأمر اختلفوا المدربين في خور فكان ولكن لم يختلف الأسلوب في كثرة الانتدار في كثرة التغييرات يعني أنت عندك لعبين كنت مسجل لهم شلتهم رديت تسجلهم الموسم اللي قبله نفس الطريقة عندك لعبين اطلعوا وراحوا للدوري السعودي رجعت تجيبهم مرة ثانية في الدور الثانية الأمر مكرر في خور فكان توقع يعني عامل عدم الاستغرار هو المؤثر بشكل كبير جدا أبو عبد الرحمن سبقتني لأن كنت بقول أنه تكلمنا الموسم اللي طاف عن فريق خور فكان وأعتقد عديتهم بالاسم ليس بالأرقام بالاسم عديتهم 22 لاعب وزعلوا مني يومها بعد وزعلوا العمل اللي تقوم بها في الشتاء نعم تخير لاعب لاعبين استثناء داني نصر حالة استثنائية أنا ما بغي تكلم عن حالات استثنائية النصر دباء وضع مختلف تمام يوم أنت عندك حالة مستقر ممكن في الشتوية لاعب لاعب تعور ببد اللاعب لكن أنا أستقطب أربع خمس لعيبة وأنا عندي أصلا استقرار فريق النصر شفنا وضعنا فريق خور فكان ويت أفضل منه فالصيف وين عمل الصيف اللي كان موجود وين موسم اللي طاف كل سنة في نفس الأخطاء أنا ما بغي أتكلم لأني مبعاية شناك ولا أعرفه لكن هذا اللي نحن نشاهده في خور فكان مثل ما قلت تغيره ومدرب اثنين ثلاثة ويبقون لعبين ونفس السيناريو لعبين يطلعونهم ويردونهم لا لا في خور فكان بالذات يطلعونهم ويردونهم لا لا ممدرب أنا أتكلم عن لدارة رغم وجود راس الهرم واللي هو الكابتن خليل غانم والأخوة اللي موجودين يمكن جمال بوهندي نعرفه وياهم موجودين يعني رياضيين محنكين وموجودين لكن شو اللي صاير ما نعرف شو اللي صاير بتبديل هؤلاء اللاعبين ما يستوي انت هذا مم موجود تعال بدله هذا مم موجود بدله هي مبلعبة شطران تعال وحركها في قيمة معنات تعنا من الأساس اختياري كان خطأ سواء اختيار مدربة او اختيار لجنة فنية أيا كان في النهاية خرفك كان ما قدرت رغم ان اليوم ما كان سيئ لهذه الدرجة على فكرة لكن ارضية الملعب ذكرتنا في مباريات كاس الخليج اني في البصرة نعم يعني ارضية الملعب ايضا ما سعدت لكن هذا مبعذر هذا ابدا مبعذر طرد لاعب بنياس انا شفت المباراية يعني الكورة مسألة ابو عبدالله ارضية الملعب متى يقدر يدخل الحكم لحماية اللاعبين هل يقدر الحكم يكون عنده قرار في ان المباراة تبدأ من عدمها اليوم شفنا ملعب الشارجة نعم ما كان سيئ كانت المباراة ماشي بشكل جيد لان ملعب الشارجة في تصريف فانحنا مشكلة الملعب عندنا فيها تصريف طيب هل كان الحكم يقدر يتخذ قرار من المباراة ما تبدأ نعم الحكم عنده القرار اذا يأثر على سلامة اللاعبين عنده القرار انه يوقف اللعب او يلغي حتى اللعب احيانا الامطار والحوال الجوية مبس على اللاعبين حتى الجمهور اللي موجود صحيح ابو عبد الرحمن علما انه يعني خورفكان يشكرون على البادرة يعني افتحت اللي هي المدرجات المقطعة لاحتواء اكبر عدد من الجماهير وهي بادرة يشكرون عليه لكن ارضية الملعب والمشاكل لصابات اللي ممكن تسببها عصام اعتقد ما كانت لها الدرجة نحن نتكلم عن البضع الطبيعي يعني صحيح يعني الكورة كانت تمشي نوعا ما ولكن بعض الاماكن في الملعب المياه كانت متجمعة نعم لكن اذا زادت الحالة الحكم يقدر يوقفه قلتلك بابد الرحمن هذا مبعدر اكيد خورفكان خورفكان ضغط وخورفكان كان قادر انه يسجل في اي لحظة صحيح اتماسك بنياس دافع ببسالة بعد القولين هدف جميل من اللاعب سوارز من خطة 18 وهذه الحلول يوم استويتا كتل هذه الحلول ارضية مبتلة هذه الحلول تسديد تسديد من خارج المنطقة ومن اي مكان فهذه احدى الحلول اللي استغلها بنياس سوارز وخمينيز اللاعبين مميزين في بنياس وهم اللي فرقوا مع بنياس الاجانب بنياس في استقرار بغض النظر عنه يأدي ما يأدي في استقرار اداري في استقرار فني حتى اللاعبين كم لاعب تغير في بنياس من عرفنا من ثلاث سنوات تأكيدا على كلام ابو محمد واحد اثنين مهاجم ترى شا اقول لك أنا لعب واحد بس مغير ثلاث سنوات خلنا نأخذها ثلاث سنوات خروج سلطان خروج بيدرو تعويضه بمهاجم يعني اماكن محدودة ويعرفوا مكانها استقرار المدرب رغم الانتقاد اللي كان على المدرب ولينا نقول لنا مستحيل هذا يكمل وكمل ويبغي يكمل ويستقر أنا هذه المكانياتي إذن معناته استقر على اللي عندي واستقر على اللاعبين حميد في مقابل بنياس تحدثنا عن خورفكان عدم الاستغرار بنياس تحدث عن استغرار تحدث عن هدو تحدث عن حتى عغلانية في فترة من الفترات الكل يعني شل سخطة على المدرب يعني لكن إدارة بنياس خذت الأمور بهدوء أكثر طلع المدرب على فكرة وأول مدرب في دورينا وعلى فكرة طلع في قناة الشارقة الرياضية وقال نحن نعاني ماديا في بنياس في الانتدابات ما رح ننتدب أسماء ما رح ننتدب لاعبين تغييراتنا محدودة لكن رح نعمل لتلافي لهم ورغم ذلك المدرب استمر وأثبت أنه قادر أن يقود بنياس فريق بنياس من الفرق اللي قدمت مستوى طيب في الثلاث مباريات أو الأربع المباريات الأخيرة مع العين فاز على شباب اللهلي خسر من الوحدة في الثواني الأخيرة لكن قدم مستوى طيب المبارات اليوم كان مستوى طيب من بداية المباراة طبعا المدرب كان صريح في تصريحه أتكلم لأنه كان كان التغيير اللي مطلوب على مستوى اثنين من الجانب اللي هو إلياس كراس حربة اللي بدأ يسجل من مبارات دباء دباء اللي فرقاتيوه سجل اعتقد هاترك في هذه المباراة وأوبا أوبا الفرنسي فأوبا يعني حاليا هالي اثنين من أميز اللي يبهم اللي يكملون المنظومة الهجومية مع سواريز خمينيز وسيل النوبي لذلك استغرار الفريق استغرار خمينيز استمرارية من عدمها بعدها غير واضحة ترى والمعلومة خمينيز دخل فترة الستة شهر في كلام كبير جدا أنه راح يتواجد في دورينا مستمر لكن مش مع بنياس أكيد لاعب بنفس الغيمة أكيد بتكون العروض أعتقد وممكن إدارة بنياس يعني حاليا القدرة عندهم يعني مدام اللاعب عندهم موجود يقدرون 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 للعرض والمناسب ممكن اللاعب وقع إذا داخل ستة شهر لفترة كيكو خلاص وقع إذا وقعت راح بيكون شيء ثاني ولكن إذا إدارة بنياس تحافظ على اللاعب لازم يعني تقدره بشكل جيد وإلا كان المفروض من بداية المسؤول كان يقدرون يعني يستفيدون منه ماديا يعني كان عليه طلب من بعض الغلندية داخل الدولة هنا لذلك فريق بنياس يقدم مستوى الطيبة في الفترة الأخيرة صحيح ووصل للنقطة الثمانطاعش وخاصة اليوم في مباراة اليوم يعني شفنا الفريق من بداية المباراة صحيح يعني أول ربع ساعة يعني عشرين دقيقة يعني كانت سيطرة تامة تسديدات على المرمى تقريبا أكثر عن سبع ثمان تسديدات خلال الشوط الأول أو الفترة الأولى من المباراة من ثم رجع فريق خورفكان للبارا أنا أقول حاليا في خطورة على فريق إذا استمرت النتائج بهالوضعية على خورفكان والبطايح لأنهم عندهم 13 نقطة وفريق النصر وصل 11 نقطة 14 خورفكان عنده 15 بطايح عندهم بوراك ما عندك مشكلة حميدية مشكلة اللي في تحدي مفرأ ودفع ما علي هذا لكن ولكن أساسا ما تحرف أنهم في البداية التراجع حتى الآن دبا عطي أرياحية للجماعة اللي فوق الدبا مشكلة برياتهم في بداية الدور برياتهم صعبة دبا برياتهم صعبة ببداية الدور ولكن تمنى الفرق البنياس خورفكان هادمون بورا طيبة ولكن يحتاجون بعد مزيد من التنظيم خاصة يعني التهور اللاعب فيكتور في الانذار الثاني يعني المفروض ما يخاف طيب قمة كبيرة منتظرة جمعة شباب الأهلي مع الشارقة على أرض الأخير وفيها الشباك لم تهتز تماما ليكتفي كل فريق بنقطة التعادل رغم 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 الأجواء الباردة والماطرة إلا أن الوضع كان مشتعلا في سماء دور المحترفين حيث صدام المتصدر والوصيف مع بداية دور الإياب من البطولة كوزمن من خسر الصدارة في الجولة الماضية يتطلع إلى العودة لها وهناك غاردم همه يكفيه وإن خرج بالتعادل اليوم ستكون النقطة بمثابة الثلاث نظرا للظروف المحيطة بالفرسان والتي خيمت عليها لعنة الإصابات التي أبعدت معظم الأسماء الأساسية رغم ذلك الأحمر دخل للقمة بشبابه على أرضية ملعب الشارقة الحضور الجماهري كان كبيرا من قبل الفريقين رغم الأمطار وعلى عكس المتوقع كان الحذر كبيرا من الجانبين في معظم دقائق المواجهة وقد يكون منطقيا بالنسبة للضيوف وعكس ذلك من جهة أولاريو كوزمن الذي بدى مفتقدا للحلول رغم غيابات الفريق الخصم الفرصة الأخضر في اللقاء كانت من جانب الأحمر حيث جاءت على تسديدة من اللاعب غوستافو ونهايتها في القائم الدقائق مرت دون محاولات خطرة على مرمى الفريقين وإن غاب الحل من المهاجمين جاء عن طريق المدافعين وهنا خالد الضنحاني توقع لواسدد لكن الكرة لم تعرف طريق الشباك رغم التبديلات ومحاولات غاردن وكوزمن للخروج بالنقاط الثلاث إلا أن المواجهة رست على التعادل السلبي دون أهداف نقطة لكل فريق الفرسان في صدارة جدول الترتيب والرابح الأكبر سيكون الفائز من لقاء الوحدة والوصل غدا إن حدث ذلك اشتركوا في القناة تقدر تقول لنا هارد لك وتقدر تقول حق الشارجة هارد لك لأن الفريقين مناسسين مباشرين في صدارة الدوري لكن تقدر تقول حق جماهير شباب الأهلي على عناصر اللي موجودة اليوم في أرضية الملعب تقدر تقولهم مبروكين على التعادل هذا اليوم نحن نعرف أن كوزمن يملك خبرة كبيرة في ميدان الكرة الإماراتية واليوم مدربنا ما قصر قدر يحث اللاعبين على عطاة آخر عرضية الملعب وهذا كان شيء مهم وإن شاء الله في المباردة القادمة نعوض النقطتين يراحت طبعا بمجرد أن نحن في نادي كبير نحن نطمح للفوز في كل مباردة بغض النظر عن مكاننا في الجدول لأننا نحن متصادمين ولا أي شيء نحن في كل مباردة نسع للفوز اليوم الشباب ما قصروا وحاولوا أن يسجلون في أكذا الأقضاء وإن شاء الله في الجدول وإن شاء الله يمكننا أن يترسوا بغض النظر وإن شاء الله نعم نحن نطمح للفوز نحن لأن شاء الله إن شاء الله عمشن صحيح لأننا نظف من المعبة إن شاء الله وإن شاء الله لنشاء الله وإن شاء الله نطمح للفوز أعتمد أن أحباراً لأعب والطنية تعليم وتطموح لا أريد أن تعتمد كل مبنائة لا يوجد أخرى لي أ أمام أعلى لا يوجد لعبة هناك كلام competency لا يوجد لعمل وتموحي لا أعلم ما أعلم ما أعلم ما نقوم بما نفعل ما نقوم بلاد لجواء نقوم بسرابه ما نقوم بمعرب هذا المال ونقوم بسرابه ما نقوم بإمكاني الوضع سنقوم بإمكاني تغلقها لا أعلم ما نقوم بكرا نقوم بعمل الصعب أبداً لسعاربين الذين لا تلغبون ونسدعو مبارات كأس التي تحصل على ما هي الشكل في الوصف في الهرب لا ت事بًا وينما يتحاجم في طبال أو في مقرم إنه لا يوجد أفراج أن يجب أن يتحاجم أفضل دودّع في الوصف بشكل واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأن التعادل حصر الصدارة واستمرت على ما هي عليه في انتظار مباريات يوم القد وقربت الأمور أكثر وأكثر بمحمد مباراة قبل ما تبدأ كانت يعني كبيرة بكل شيء بدأت المباراة كأنها للأمانة فقعة وبدأت الأمور الضيق أكثر وأكثر أن الفريقين كان الفريقين واضح أنه ما يبوني يخسرون وعبد الرحمن أنت وأنا وكلنا بنينا كلامنا هذا على وضع الفريقين في الجدول صحيح على اعتبار أنه أول وثاني الترتيب المنافسة على مسألة الصدارة الشارجي يبغي يرجع يرد الصدارة وشباب الأهل يبغي يتشبث بالصدارة معطيات المباراة في الجدول كانت تقول شيء للأسف العطاء في الملعب شيء ثاني يعني اليوم النتيجة هذه خدمة الدوري نعم الشيء الإيجابي فقط في المباراة أن النتيجة خدمة الدوري بدليل اليوم انفتحت السكة جدام الوصل والوحدة والعين كذلك قادم كلها الفرق أصبح عندها طموح والجزيرة كلها الفرق أصبح عندها طموح فإنه يتنافس وهذا شيء مشروع نعم للأسف اليوم بيوني بيقول لي والله أن الغيابات والإصابات أنا أقول فرق كبيرة مثل هذه الفرق ما لحجة مسألة الإصابات والغيابات لأنه يفترض أن تكون هناك دقة احتيات كبيرة موجودة تقدر تعوض هذه الإصابات والغيابات الشارقة نوعا ما كامل عدد كأسماء الجانب نوعا ما يعني الشارج اليوم فريق يبغي يكسب دوري يتعادل ثلاث مرات على ملعبه ويخسر مرتين ويكسب مرتين يعني المنطق يقول هذا ما يصير إذا أنت تبغي تفوز بالدوري يعني معناته عمل عبك أنت لابد أن تكسب عكس الأهلي الأهلي برع ملعبه ثمان مباريات فائز في خمس مباريات ومتعادل في مبارات وخسران مباريتين على الأقل منطق يعني لأنه برع ملعبه طيب اليوم الشارجة اللي شفناه اليوم تسعين وأكثر من تسعين دقيقة بالوقت بدل الضائع ما شفنا فرصة خلقت من جانب الفريقين يعني الشارجة كان ينتقد بمحمد في فترة المدرب السابق للشارجة عبدالعزيز العنبري أن يلعب بشكل دفاعي كبير هل عدا كوزمن ليقدم الوجه الدفاعي للشارجة ويصبح الشارجة مع كوزمن كذلك دفاعي نفس الشيء لا تغيير تعال شوف معطيات المباريات كلها هي هي يعني الأسلوب الشارجة على الشارجة أن يعيد حساباته على الشارجة شركة الكرة والأخوة في الشارجة إعادة حساباتهم من جديد نعم شو المطلوب منهم في هذا التوقيت بالذات المطلوب الآن أن يشوفون عمل المدرب شو اللي قاعد يسويه كوزمن اليوم حسب الإمكانيات المتاحة لكوزمن مش متاحة لأي مدرب ثاني طيب لكني يقول لك المدرب طلب لاعبين على مستوى يابوا اللاعبين على مستوى طيب ماذا عطاء اللاعبين لعيب الأسماء الكبير هل هي قدرة تضيف شيء بالنسبة للشارجة يعني هذا هذا السؤال يوجه للأخوة في الشارجة هل أنه أضافوا شيء ثاني شيء هل أسلوب كوزمن تغير من بداية الموسم إلى الآن هذا يحتاج لسؤال عفون بمحمد هذا الجانب قد يقول لك المدرب حقا غليكاس رئيس الدولة الآن منافس في الدوري وما زال مستمر رقم الأسلوب اللي يلعب فيه لكن جايب اللي ناتج المردود أني أنا موجود في المنافسة أنا اليوم أبحث عن إذا شوف إذا أنا ببحث عن بطولة الدوري نعم في مسابقة محلية أنا يعني الدوري بيروح لأي فريق طيب أنا اليوم أتطلع لأبعد من مسألة الدوري المحلي و المنافسات المحلية تكلم عن آسيا أنا أتطلع لآسيا أتطلع للقب قاري أتطلع لمنافسة برع الحدود طب هل فريق بهالإمكانيات بهالعطاء هذا يقدر يسوي لي شيء برع هذا السؤال أما بالنسبة مثل ما ذكر صاحب السموالي حفظة يقول يعني إحنا يعني أنت تدفع ملايين ممليلة صحي بس المحصلة أنت تبغي محصلة مش بس محلية محلية الشارجة كم بطولة عنده؟ على مستوى الدوري والكاس عنده ألقاب صحيح عجابة موجودة عند اللاعبين اليوم كتيبة من اللاعبين موجودة عند الشارجة يفترض يكون الشارجة أفضل من ما شفناه اليوم أنا أقول أن الشارجة فريق عند إمكانيات فريق عند إدارة الحقيقة مميزة عند شباب يعني يقدرون يشتغلون ويقدرون يعيدون الشارجة مرة ثانية إلى خط البطولات يعني والانتصارات وعبد الله مبارا افتحت الباب أمام الفرق القادمة العين الجزيرة الوحدة يملك فرصة الوصل يملك فرصة مباراة خلنا نقول كانت يعني منتظرة من الفرق اللي موجودة أنها تصير بهذه الطريقة حاول الشارجة أن يتشبت في العودة للصدارة من جديد ولكن شباب الأهلي فرض عليها التعادل لأن ما كانت المباراة فيها يعني شيء بالنسبة للهجوم مباراة يعني هجوميا ما قدمت حاجة في الجانبين من الفريقين ابو عبد الرحمن الرد نقول السيناريو اللي استوه اليوم مع الشارجة والأهلي بيتكرر مع كل الفرق دورينا دوري إثارة لما قال لك ابو محمد قوتك يوم تبت قارن تقارع الفرق اللي برة في آسيا أنا أقدر أغارعهم أم لا أما دورينا الداخلية هذا أي واحد ممكن فريق مثل الشارجة مثل شباب الأهلي مثل الجزيرة مثل العين مثل الوحدة فكر برنا شو بسوي إذا نفكر بس على الصرف اللي نصرفه وعلى دورينا الدوري بتيبة ما عنا مشكلة على مستوى السنة أي فريق مرشح لأول مرة من زمان يوم نوصل الدور الثاني إلى الآن سبع فرق ست فرق مرشحة لأول مرة ما صار قبل ما صارت قبل قبل يفرق قبل الدوري نقول ست سبع فرق يتقلص من دور الثاني خلاص واضحة بين فريقين بالكثير ثلاثة أما الآن مثل ما أنت شايف الوضع بعدين كل مدرب وكل فريق بغي يخدر الثاني كل واحد قال أنا ناقص أنت بالنسبة لك الشارجة بهذا الشكل ما أن نتحدث عن الشارجة قادر أن ينافس خارجيا إذا ما ذهب في المحترك الآسيوي أسماء نعم شكل لا شو السبب ليش خاب الشارجة لازم نعرف شو السبب الأمر فني أكثر ما هو كوزمن مشرج المناسب للشارجة أنا ما أقول كوزمن كوزمن نعرف تاريخه نحن مع كل البطولات لكن شو السبب ما نعرف فنيا هو المدرب عبدالله هو المدرب فنيا يعني أنت الآن ما تقولي الأمر فني نعم ما بإداري ما يصير أنا أقول أنه مثلا الأمر فني عبدالرحمن فني نتكلم أنه أمور فنية في الملعب هل اللاعب قادر يأدي يعني أنا أنا كأدارة وفرت لك أسماء يحلم فيها الجميع نعم من أسماء كلاعبين مواطنين كلاعبين أجانب يعني أنت اليوم عندك لاعب مثل خالد أبو وزير اللي كان لاعب يعني ما ضرب مثل في دورينا لاعب ما موجود ما محصل فرصة لاعب مثل ماجد يقيب عندك ماجد ماجد سرور اللي قدم موسم كبير ماجد سرور مش موجود رجاء بعد لي صابه أبو عبد الرحمن صحي لترى ليش قلت لك أنا كلاعبين موجودين عنده صف فور صف ثاني صحيح قبل الموسم قلت لك الدوري بالنسبة للشارجة هذا أمر مفروغ شارجة تتكلم عن بطولة سي وأنا متأكد هذا طموح الإدارة نعم وهذا طموح الجمهور الشرجاوي إنما يكون على مستوى الدوري بالأسماء اللي موجودة مقارنة بالموجودين أيضا شباب الأهلي أنا بالنسبة لي كنقص نتكلم عنه شباب الأهلي كم قال المدرب النقص اليوم عشرة عشرة نعم كرتابيا وخيسوس هو هذا النقص اللي شباب الأهلي من هو غيره طيب ماجد ناصر مبهول حارس الأساسي صحيح بدر مبهول أعب المنتخب لا هو كمدرب حسب الكل حسب لك سالمي خميس حسب لك الاحتياطي الثالث أقول والله عندي غياب عبد الرحمن خلنا نتكلم الحين عشان نحن ما نخدع الشارع الرياضي ونقول لنا نحن ناقصين عشرة ونقول فعليا خيسوس وكرتابيا ومؤثرين هالي اثنين قولي أنا عشرة باتفقوا ياك لكن لو تشوف خط الظهر ما بأحمد جميل ووليد عباس وبدر هم مثلين في منتخب الإمارات ما بخط الوسط الدول الإيراني والأوزباكي هم اللي يعبون صحيح بايب حارب على الدكة صحيح وخريبين على الدكة بعد الله والباك الشمال بدر بدر ترى أقول لك في المنتخب على الدكة لكن كرتابيا وخصص أنا اتفق مع المدرب اللي قال لي هذين اللي اثنين هو حسب الجميع بالاحتياط باللي كانوا خارج جدا ما يصير مثل ما قال بو عبدالله يا أخي إحنا ما نبغي نخذر العالم ما نبغي نخلق يعني حجج ما نبغي نحط حجج قبل المباراة عساس إذا خسرت والله عندي الحجج بس واقع محمد هي واقع هذا واقع اليوم والواقع اليوم اللي بوا مباراة عيمان ناقصين عدد من اللاعب أوكي بعد مباراة عيمان اللي شاركوا مباراة عيمان كرتابيا وسالمين خميس بعد خارج سالمين ما ليه ما ليه عندك عندك بل أرقام عشر اتفق مع أرقام ما تبق معاك خط دفاع هذا عندك عندك مرزوك مرزوك خارج ما يلعب من 6 مباريات إنت تتكلم عن خط دفاع لحظة مرزوك خارج الغايمة طيب اليوم دنالير البلقيقي خارج الغايمة سالمين اللي يابدي خارج الغايمة نايمة منتخب ومحتمل ثلاثة منتخب عندك والباكي الشمال والأجنبي والولاد والأجنبي أربعة أربعة اللي هم نفس الأساسيين ما للفريق إنت تتكلم اليوم عن 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 احتياطي مغارنا بتحط الشارج اليوم بتحط شباب الأهلي لا شباب الأهلي شباب الأهلي غياباته واضحة انظر وبعدين اللعيب اللي اعتمد عليهم اليوم المدار ياخي ما تكلم كلهم لا إن صغار 20 سنة 20 سنة 21 20 سنة عماد لو سمحت بس خلنا نتكلم بمنطق شوي هذا المنطق هو المنطق يقول أنت لات عد لي 11 12 لاعب مصابين لاحتياطي واحتياطي لاحتياطي وتقول والله أنا عندي مصابين أنت تقول عندي كارتبية مثلا عندي خسوس عندي كذا أوكي أختنع إن هذي لعيب ومؤثرين من ضمن 11 لكن 11 البقية موجودين 9 البقية موجودين أوكي العدد المصابين الثانين نعم في مصابين موجودين بس أنت 9 عندك من أصل 11 موجودين بو محمد إذا نتكلم اليوم كفة الشارجة وشباب الأهلي نعم شباب الأهلي أنقص كعدد أنقص كعدد وكقيمة لاعبين 2 موجودين أما الشارجة لا مكتمل أكثر أنا في هذا الجانب أروح لك حميد إذا كانت حجة شباب الأهلي فلنعتبر أنه صحيحة وأكثر تأثرا بالغيابات ونتفق أي أن كان أن خصوص أنه لاعب مثل كرتابي يؤثر بشكل كبير جدا طيب ما عذر الشارجة للظهور بهذا المستوى في مباراة يطمح من خلالها العودة إلى الصدارة الشارجة المستوى فريق الشارجة نحن من المباريات يعني بداية الدورية نحن نقول فريق الشارجة نقصنا صانع العاب صانع العاب يعني بالدرجة الأولى بيانيت شابينك لاعب ارتكاز في صانع العاب حاولوا وهم قبل ما يتعاقدون مع ذيوب أن يكون صانع العاب موجود ويعملهم فارق في نصف الملعب هاكا رسم خريطة الفريق أو معالم الفريق في البطولة نعم أنت يومتي وتغير الاستراتيجية وتيب لي راس حربة ثاني وتحطها في دكة الاحتياط أنت ما عملت ما سديت النقص اللي عندك ما سديت النقص اللي عندك اعتمت على كاي كايو يلعب جناح كايو راس حربة كايو هذا اللاعب الوحيد اللي هو دايما في مستواه ولكن من لازم اللي يحرك اللعب صانع اللعب هذا اللي من الخلف هذا اللاعب مفتقدين في نادي الشارجة فترة طويلة طيب لذلك اليوم في الشارجة فرق الدوري ما هم رسمين خطتهم على اساسا ان يكون لا في المركز مكان برناد اللي ما تعوض لين الحينة وبعدين النقطة هذي مكسب للفريغين طيب الشارجة الأسمانية مكسب لكل فرق دوري مكسب للدوري بالدرجة الأولى نحن من بدأ الدوري لين اليوم الفرغ محل اكثر يعني المستوى اللي مستفيد اكثر اكثر فريغ استفاد بنها نادي العين قلت لكم في فترة الحلقة اللي قبل قلت لكم خسارة شباب الأهلي من بنياس رجعت العين فرق سبع نقاط احين العين فرق خمس صارنا عشر سنوات عشر سنوات اللي يخسر مباراة او مباريتين خارج الحسبة خارج الحسبة شباب الأهلي خسران ثلاث مباريات غير المتعادل وهو متصدر عشان تعرف ان الدور والشارج كم مباراة خسران انا تكلم عن الاول الجزيرة كم مباراة خسران وانت اليوم بين العفوا بين الاول والثاني بين الاول والخامس تخيل يعني نقاط تسع عشرين ثمان وعشرين ست وعشرين خمس وعشرين خمس لغاية الوصل لغاية الخامس عقب الجزيرة ثلاث وعجمان ثلاث وعشرين وعندهم مباريات وعندهم مباريات وعندهم مباريات اتفضل شوف يعني كلام ابو عبدالله ان الدوري اصبح قريب من بعض اول مرة اول مرة في دوري الخليج العربي او سم مثل ما شأت ان تكون الفرق كله قريب بها صورة قبل كنا من يخلص الدور الاولاني عبداية يبدأ الفارق صحيح يبدأ الفارق طيب اوكي اذي يعني دوري ضعيف دوري ضعيف مثير لا لا ضعيف بسوافرها طبعا فالنية ضعيف طبعا ليش ليش حميد قلت الدوري ضعيف رقم من السنة عندنا الاسماء نوعا ما اختلفت كاسماء يعني الوحدة داخل الموسم يعني انت تخيل لكن تتخيل ان الوحدة يستغنى عن اسماء كبيرة جدا ترى لاعب مثل بيتزي يطلع من الوحدة ويقاتل مرور الكرام يأتي لاعب الآن مثل بريرة احمد رفعت يطلع من يعني الوحدة الشارجي الانتدابات اللي عملها شباب الاهلي كذلك يعني على مستوى الاسماء انا اتحدث الآن ففي اسماء ليش ضعف عندنا الدوري فنيا عدم الاستغرار بعض الاندية مثل دابات اللي هي غير صحيحة او ما اعطت اضافة ممكن اي نادي من الاندية يتعاقد مع لاعب عارف ان هاللاعب كمستوى الى قيمة فنية ولكن ما شفنا ما شافه المردود اللي هو يعني اللي كان المفروض هذا اللاعب يكون فيه هاي نقاط هاي اشياء دايما تكون يعني مهمة في سباق الدوري عدم الاستغرار هذا من اهم شي شوف اللحظة كم لاعب بدي له بمداية الموسم خورفكان كم لاعب النصر النصر وضع مختلف في السنة النصر كل الفراغ معظم الفراغ غيرها الان تكلم عن فراغ الصدارة اذا تكلم عن الدوري يعني اليوم مثلا تكلم عن شباب الاهلي تكلم عن الشارجة تكلم عن الجزيرة العين تكلم عن الوحدة تكلم عن الوصل فيه انتدابات ثقيلة فيه اسماء قادمة اسماء على مستوى ثقيل ما اعتدنا عليها يعني ان يأتينا لعيب الامانة من الدوري الانجليزي او من الدوري يعني الدوريات الاوروبية حتى ترى العين يرمى لنكو يهي من دوري كبير ويهي كاسم اسم كبير هداف في منتخب بلدي لكن المردود مع الفراغ ما كان المردود المرجو من هذه النجوم يعني الان ما في عندنا نجم روح الشارجة تقول لي كايو روح العين تقول لي لابا لابا روح الى الوصل النجومية ضاعة ليما ليما لكن ليما متراجع ليما مواطن ليما مواطن ما انتكلم عن المواطن ليما مواطن اتكلم عن اللعبين الجانب اكيد ايه ذكرتني شو اللي خلى الموضوع يتراجع بهذا الشكل اكيد اني دور اوش ايه دور دور بحثنا على الاسماء دول مردود لا دور الادارة الفنية المدرب فني طيب هو مسؤول يكون على الاختيارات وضع الخطة المناسبة اختيار اللعيبة للتشكيل المناسبة ولكن بعض الفرق فعلا تتأثر بالاصابات جميل نحن بداية الموضوع قلنا ما نبغي اعذار ولكن هذا واقع في اندية تتأثر وغياب لاعبة ولاعبين ونبالك اذا غابوا عنك عشر لعيبة رجعنا للعشة اللعيبة مرة ثانية طيب أنا على شيئان بس يعني اقرب وجهات النظر أنا خليت النغاش عندكم بس القصد الآن اللي يقصد ابو محمد ابو عبدالله لاعب مثل سالمين كم دقيقة لعب في الموسم هذا من الموسم من الإطاف ومبهذا براء وحده براء وحده ما تقدر تعتبره غايب ما عليش ما عليش كابتن الحين اذا اثنين من الاساسيين غايبين ويا سالمين ولعب وقاب براء وحده وقاب اللي ثانية فعنده نقص المدرب فعلا عنده نقص انوادي نقص لا العين ما عندهب نقص كيف ما عندهب نقص يحية بس يحية دانيلو حمد عباس دانيلو ايه قدلت هذا هذا يبتغير لا 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 عبدالله لو سمعت عبدالله انت هذا يبتغيره كيف يبتغيره يبتغير يبتغير بارتين بس كنا بدون أربع أمباريات وما عند انت غلطان كنادي العين غلطانين لحظة 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 بمحمد لنادي العين اللاعب عند تغرير vary 6 se الإدارية كانت مفضيبون اللاعب لنفس الوقت زي نفس الشيء أقولك النظام اليدين يتسجل بعبد الله الوصل عنده يعني اليوم بذا ما تكلم عن الغيابات في لعيبة طلعه وكثير يعني مسألة لصابة عمل احترام أنا م بالقصد أنا ضرب المثال في سالمين لأنه فعلا له ثلاث مواسم ما يلعب ما قدر أقول سالمين غايب عن شباب الاهلي الآن بعبد الرحمن القصد شباب الاهلي بعبد الرحمن العفو بس أنا أباك ترجع للقائمة تبعث النادي الاهلي شباب الاهلي في آخر أربع خمس مباريات أرجع للقائمة وشوف تشكيلة الاهلي تشكيل الشباب الاهلي معظم الأسماء موجودة هتلاقي هي الأسماء بخلاب اسمين بمحمد بس هذا يقول لنا شيء واحد على فكرة هذا من صالح نادي الاهلي أنه عنده دكة أكيد هذه من صالح نادي الاهلي أنه بهذه أن العشرة اللي يقول عندهم غايبين لكن المؤثري اثنين ثلاث لكن أنا موجود وأنا نافس إذن معنات هناك في عمل هذا الكلام لقنا لأ فريغ الرديف ترى هل اللعبة واليوم من هو وليد عباس رديف لا 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 سيزار ترى أنا اثنينة 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 مقيم نحن بنكتفي في القدر هذا في بنكتفي في بالرديف ترى همه بنكتفي شكنا عقل حتى رديف ميد ضينا المدافع فريغ الرديف ميد نعتذر يعني خذنا أكثر من وقتنا الصراحة في المحور هذا في النهاية يعني ما بين غيابات عشرة ما بين غيابات اثنين انتهت النتيجة بالتعادل بنروح إلى المحور القادم وفي تقلب النصر على ضيفه الضفرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاديا المكتوم ضمن الجولة الرابع عشر لدوري ادنك للمحترفين هدف المباراة الوحيد أتى من عادل تعربت في الدقيقة ستة واربعين ليرفع الأزرق رصيده إلى فوز مهم ورفع من خلال رصيده إلى احدى عشر نقطة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أولاً ما أريد أن أقول صفحة لأل ناصر في البداية أهل فريق الناصر الفوز أشتركوا في الحياة ومع كل ما يحدث في القناة مع كامل احترام الكاريخ وعراقة وإسم هذا الندي ومع كل ما يحدث وفورهم وعراقراء وفورهم وعلاقراء وفورهم أحسن الأضافي وفورهم للمدير الفني والاسطاف واللاعبين أتعكيّم جوزة المعادين ومعادين 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 لا يحدث عن كيف يحتاج على المعادين لأجد جوزة اللعبين وإمكانياتهم لتعبر مطلقا عن المكان التي يحتلها الفريق في جدول الترتيب لنفسي الناسر الآن في هذه الوقت في الأولى 6-7 فرق في الدوري نفسي فريق الناسر الآن من أفضل 6 أو 7 فرق في الدوري نفسي مقهومة لأجيزي لعبائهم لأداءهم لعبائهم لأداءهم نحن متأخرين بالنقاط نحن متأخرين بالنقاط نحن تحكم مجردون كل ما يوجد بخصوصنا نحن تحكم مجردين سنعملوا جدولة ونحن تحكم بكل مجرد جدا إلى أن نحن تحكم بحديث ونحن تحكم بحديث ونحن تحكم بكل مباراة المقبلة حتى الثاني الأخيرة نحن تحكم بحديث جدا كما تعرفون اليوم أن أضع في المخاطرات الثانية في نهاية الشوت الثاني وليس لذلك نحل آخر شكراً لكم جميعاً لكم جميعاً لنسر ومعاً لنا شكراً جديلاً والتمنية بالتوفيق للنسر والفريق التفرق أبداً أقول أنه كان مباراً لنا وقط الأشياء التي تتعلمها كان 3 أفضل اليوم لأنه كان مباراً لنا يجب أن نقوم بها لكن أنا أحباً بكثيراً بكثيراً وكيف نحن نعلم وكيف يتعلمون المباراة والمعادي أعتقد أنه أننا نقوم بشكل�tzigt وعلاً لنا نعلمون أيام لنا لم نقوم بخير من الماعد نocمات لった Greece كما نeven ho Pack our Host نحن نمتازل ولكننا تتكلم على المف gourmand لكننا نقوم نقوم بالمعادي من المف picnic بعد أننا نقوم بخير الثنسف لنا نحتاج بالمعادي بالطبع عندما لا نحرز الثاني، عندما لا تقوم بالثاني، لذلك يستطيع أن يحدث الثاني، فالثاني لكي تقوم بشكل صحيح. شكرا للمشاهدة الأفضل والمعارضة. أعتقد أنهم تفعلوا جيداً، لكن أعتقد أننا لقد أفضل اليوم. ولكن بالتأكيد نحن كنا الأفضل وكانت بداية هامة بالنسبة لنا لفريق النصر اشتركوا في القناة محمد الشكر والتقديل لك ما قصرت العفو بارك الله فيك وانا اقول الحقيقة النصر يعني هو الفريق الوحيد اللي قدر يستفيد استفادة ايجابية من الانتقالات الشتوية ما قصرت محمد صام عبدالله الشكر والتقديل لك العفو بو عبدالرحمن ما عطينا النصر حقه ولكن في الوقت الحالي النصر يحتاج للنصر فقط ولا يحتاج اداة ولا شيء يطلع من المعمع اللي فيه تعناوينك رنانة وتقدر تكون شاعر حميد ما قصرت شكر التقديل شكور ومبارك للنصر وحظة وفر فريق الضفرة على فكرة ترى ما عطينا النصر حقا تسل علي حميد تكلم عن نقص شكرا تغني لك عبد شاهدين الكرام بعد اليوم الاول اللي يلجو لها الرابع عشر شفنا العديد من الارقام ولعل الابرز تواجد اكثر من ست فرق في المنافسة ليتأتي فرق يوم قد الوحدة والوصل ويسجلوا حضور جديد واما تغيير في المراكز او الاستمرار لجولة قادمة لننتظر فيها متعة واذارة من دوري بات فيه البطل مجهولا وخمس فرق حتى الان اعتلت الصدارة فهل من متصدر جديد ننتظر قادم الايام الى الملتقى اشتركوا في القناة